صباح الخيرات على كل مستمع مستمعات فإنما كنتوا إن شاء الله يوم موفق للجميع كيف قلنا اليوم رفقة الأسد والباحث محمد أحسن لم تخلص تغذية كذاك صباح الخير كيف درسي لفساليك الله يبارك فيك دونك اليوم شون مادة الغدائية اللي غنقترحوا على المستمع مستمعات باش أنهم يعرفوا الكمية والكيفية لا اليوم كنظن وقال غادي نتكلموا على الصومو السلامون أو صومو دونك هذا اللي قدمت في البداية وأكيد مرحبا بالأسئلة دي لكل مستمع مستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما رقمنا رهي الإشارة سفر خمساتين وعشرين ستاو ثلاثين سفر خمساتين ستاو ثلاثين أنا عرفوا الكمية دي لهذه المادة ربما من المواد الغدائية اللي حلموا نجتمعنا المغربي ما كانستهلكواش بشكل كبير قيدا بالتمن دي لها بزف دي الأمور ولكن اليوم ولينا تنشوفوا أن بزف الناس ولينا تتعاوخها تأخذ غي كمية اللي هي قليلة سواء في الوجبات الأسيوية أو اللحطة يعني نقوله في الحفلات الكبيرة الناس ولينا تتعتمد على طبق دي السومو كطبق اللي هو رئيسي يعني طبق دي الأسماك بزيف ولينا تنشوفوا هذه المادة ولينا تحضروا نقدرون قلوب نوع محتشم عند بعض الناس ولكن بوحد الشكل اللي هو مزيان عند الناس آخرين هي ونشوفوا الفائدة ديالها والكمية والكيفية ديالها والسعرات والفيتامينات اللي فيها والمعادل اللي فيها فمرحب بالأسئلة دي لكم نذكر دائما رقمنا صفر خمساتين وعشرين ستاو ثلاثين صفر خمسات ستاو ثلاثين نبدو إن شاء الله إذن اليوم غدا نتكلموا لماد غدائية في المستوى العلي من ناحية دي القيمة الغدائية ديالها وطبع الحال كما قلتي ماشي كل البيت المغربية كانت ممكن أن تحصل على هاد المادة هذي ولكن ولينا كنشوفها دباولات كتدخل في الروتينيات ديال واحد المجموعة ديال عو تاني العائلات وبالتالي كان هناك تساؤل كبير على هاد السلمون اللي هو لك يتكلم عليه للقنوات وكتكلم عليه كل شخص وبعد المرة في الجلسات العائلية كي مرة مرة كي تجبد السلمون كي تجي السؤال اللي كيتسطح فهلا بغينا ندخله آآ البويوت ديالنا آآ أجمعين شنو شنو هي القيمة الغدائية دياله وشنو هي الفائدة دياله وكيفاش يمكن لنا آآ نعرفوا آآ أنه مفيد ولا غير مفيد من خلال المكونات الغدائية دياله فالسلمون لما كان ندرنا أبحث ديالنا عليه لقنا بأنه فعلا مادة غدائية بامتياز مادة غدائية اللي في واحدة مجموعة ديال العناصر المغدية اللي لما غد تدخل الجسم ديال الإنسان غادي يستفد بشكل يعني إيجابي والجودة ديال العناصر المغدية غادي يتفاعل مع المكونات ديال دات ديالنا بوحد شكل لا يتصور فالمكونات اللي لكثير انتباه ديال يعني المتخصص في المجال من ناحية ديال السلمون ما هو أنه في الوقت اللي كتتكلم على السلمون كتتكلم على الطاقة ولما كتجي للطاقة كتلقى شنو هي الصعرات الحرارية اللي كيقدمها السلمون للجسم ديال الإنسان كل ميت جرام دير السلمون خديته كيعطيك تقريبا مية وتمانين حتى المية وخمسة وتمانين كيلو كالوري نحو كتفدير بأنه تبارك الله مادة غدائية اللي ممكن تعطي الإنسان التقل اللي غادي يوقف عليها في الحياة اليومية دياله إضافة إلى ذلك النوع الثاني اللي كيشد المرتبة الأولى يعني في واحد مجموعة ديال المواد الغدائية ألا وهو البروتينات البروتينات كتقدر تمشيل حتى الخمسة وعشرين جرام يعني الربعة ديال المكوين أو الربعة ديال الوزن ديال المية جرام كلها كتاخد مشكلة من البروتينات الدهون وما أدرك من الدهون اللي كنا في السلامون تهي كذلك غادة ما بين سبعة حتى العشر ديال القرام في المية جرام هادو هالثلاثة ديال المكونات غادي يخلونا نقولو على أساس أن وجبة غدائية فيها السلامون ممكن تعطيني واحد مجموعة ديال الفوائد كما كي قولوه في الماكرو موليكول الماكرو موليكول كان البروتينات وكان الدهون ثم كتجي في المحطة التانية الفيتامينات واش كان شي فيتامينات في السلامون طبعا الحال لما كتقول واش كان غتلقا بي أن واحد المعظم ديال الفيتامينات موجودة فيها من هالا فيتامين اا وكذلك من هالكاروتينويد وفيها الفيتامين بيتخوا اولى نياسين وفيها لاسيد بونتوتينيك اولى الفيتامين بيثنك وهدو كله مواد لما كيدخلوا لجسم ديال الانسان كيلعبوا واحد دور كبير في أنهم كيقدموا الجسم كذلك كيرفعوا من مستوى ديال اداء ديالو وكيرفعوا من 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 المستوى ديال الايد ديالو او كنسميه الميتابوليزم هذا لما كيكونوا عندي فتات ديالي كيحاولوا يسهلوا لعملية ديال الحرق ديال الدهون والحرق ديال السكريات والحرق ديال بروتينات والإنتاج منهم للطاقة وكذلك إعادة البناء المجموعة المكونات للدات دينا هذا فيما يخص الفيتامينات عندما قلنا الفيتامين A قلنا الريتينول قلنا النياسين أو الفيتامين B3 قلنا لأسيد بونتوتينيك أو الفيتامين B5 قلنا الفيتامين B6 والفيتامين B في كلها تقريبا وعاد الفيتامين D حتى هي موجودة فيها بوحد الكم لا يستهنوا به ممكن أن الإنسان يستعملوا لكن كذبقا دائما في الوقتها اللي كان هضر على الفيتامينات هي اللي غادي نجوليها البعد إن شاء الله الكيفية ديال الحفاظ على الفيتامينات في الوقتها ديال الوجبة الغذائية ممتاز ثم كنمشيو الأملاح المعدينية الأملاح المعدينية واش كينا ولا ما كيناش في السلامون احنا غادي نشوفها من خلال الأرقام ومخلال النوع ديال الأملاح المعدينية اللي كان فيها البوتاسيوم البوتاسيوم موجود كتير 628 ميلي جرام ديال البوتاسيوم اللي كان في في المئة جرام ديال السلامون كالفوسفور كالكارسيوم كاللومانيزيوم كالحديد كالزنق كالنحاس كالمونغانيس وكالسلينيوم هذو تهما بكميات تبارك الله كما كيقولو عندنا دك لوتاقم ديال سوخس سالمون سوخس ديال هذو الأملح المعدينية لما كتقول البوتاسيوم كتقول العمل ديال القلب كيكون في المستوى العالي لما كتقول الفوسفور كتقول العضام وكتقول العمل وراتي ديال يكون في المستوى العالي. المكتب ان تقول الكالسيوم يمكن تكون الدات دياله وكذلك العظم دياله. المانيزيوم الهدوء والهدنة صح. والحكمة. المكتب تقول الحديد يعني الانيميات ما كذلك فكارش فيها. الاكسجين غدي يوصل ليه الي كل مكونات دات ديالي. المكتب تقول الزن كتب تب منعها. المكتب تقول نحاس كتب كذلك الأنظمة واحدة المجموعة دي الأنظمة اللي غادي تخدم وتسري العملية دي الأيد لما كتقول مونغانيزو السيلينيوم كتقول كذلك المناعة وتركيز الكالسيوم على المستوى دي العظام هادو كيخليوني على أساس أن نقول الحمد لله السلامون راه فيه أشياء لي جيد طيبة اللي ممكن تنفعني في الحياة اليومية ديالي ممتاز مازال رجعوا بنيسا نتكلموا على الأسماك نتكلموا على الأوميغا تخوة غير هو الأوميغا تخوة اللي جبان سكينة في السومو كتكون شوية دهنية وكتكون مفيدة خاصة الناس اللي عندهم الارتفاع الضغط الدموي أولا عموما في أمرض القلب والشرعين غنشوفوا هذه النقطة هذي ونشوفوا نقطة أخرى وأكيد مرحبا بالأسئلة زير كل مستميم سماعات من خلال التأواصل معنا على الرقم دينا نذكر به 052936 0536 على الشهادة يفهمه مرحبا بكل مستميم سماعات اليوم كنا ننظر على السومو أولا السالمون من الأسماك اللي ولات اليوم وفي المائضة المغربية أكيد من خلال الأطباق الأسيوية السوشي أولا غيرها ولكن نشوفه ولكن الناس كذلك ولو حتفوا الأفراح في غيرها بزافة الناس والتي تستعمل هذه المادة يعني كتفرح بالناس ديالها كنوع من الأطباق أولا شي حاجة جديدة سيفغل أثمان مرتفعة مع عشان الثمان ديالس ومش حال دير ولكنه أصلا ديالها كان مرتفع يعني مش هاد اليوم الناس كتاخد واحد كونتيتي اللي هي قليلة كتاخد واحد مية خمسين درهام باش نكونوا واضحين كتاخدوك تديروك في السوشي اللي كي باي يصيبوه في الدار أو لا كيضيفوك بلاغ أو لا شي حاجة مع لبات يعني الناس كتحاول أن مرة مرة يعني أن تستفيد من هذه المادة الضوقة وتعرفعتها هي كيف ديرها اللي مش فينا معاك الأستاذ والباحث محمد أحسين أن هاد المادة الغدائية فيها بزاف ديال المكونات بزاف ديال المعادين بزاف ديال الفيتامينات أنت وخفو عند الأوميغا تخوة لأنها من نيسة سمع أسمك كمشي وديع كتمو الأوميغا تخوة كنهضرو عليها مادة مهمة جدا نعود الأوميغا تخوة اللي كين في السومو وأكيد نشوفو أشياء أخرى أكيد شفنا العائلة ديال الفامي بكيف كان نقولو ديال هاد الفيتامين اللي كي توفر علي هاد السومو بشكله هو كبير مصدر البروتين بزاف مصدر ديال السيلينيوم البوتاسيوم يعني بزاف ديال المعادين الزوينة كينة في السومو فصراحة نحاولو نتعرفو على أشياء أخرى الأوميغا تخوة اللي كينة في السومو كيف دايره؟ مفيدة جدا وصرتو ذوك لجوج المكوينة الأساسية ديال الأوميغا تخوة كينين فيها هادوك اللي ما كيدخلوه للجسم ديال الإنسان كي يحاولو أنهم يرفعو من المستوى ديال أداء ديال الميتابوليزم أو للأيد عملية ديال الحرق اللي خصتكم في الدات ديالنا كتقوم كتدار بواحد السلاسة وواحد الأرياحية عجيبة وكذلك العملية ديال البناء لما كيكونوا هادوك ديال المكوينة ديال الأوميغا تخوة على الثاني كتدار البناء بواحد شكل بسيط والإنشاء ديال الأنظيمات والإنشاء ديال الوحد المجموعة ديال الهرمونات كلها كتجي أساسا من هاد من الأوميغا تخوة وخاصة أن هذه الأنواع الأوميغا 3 هذو موجودين بجوجهم في السومو ولما كنت تكلموا على الأوميغا 3 ديال السومو كنت تكلموا على شيء اللي يناهز الجوج ديال القرامات في المئة قرام ديال السومو فالوقيت هذه اللي كتكول لان عندي فوق جوج جرام ديال الأوميغا 3 ديال المادة الغدائية كتكول بأنه الحمد لله هذي بوحدة ممكن أنها تساهم بشكل كبير وبشكل فعال فأنه غادي نجدد واحد المجموعة ديال الأمور في الدات ديالي فاش كنقول أوميغا 3 ديال البشرة فاش كنقول أوميغا 3 ديال العظم فاش كنقول أوميغا 3 ديال الدورة الدموية فاش كنقول أوميغا 3 ديال المكونات أساسية هاد جوج موجودين وبكم هائل في السومو كذلك كان الدهون الأخرى اللي كتسمى الغير مشبعة هاد الدهون الغير مشبعة مونو انساتوري وكيناه بولي انساتوري هاد المونو انساتوري يمنى أنها في تركيبة ديالها تركيبة الهندسية ديالها كان واحد بحل اللي كي ربط ما بالكربون وكربون كان جوج ديال بحل اللي كي ربط ما بالكربون كربون كنعرفو بأنه واحد من الغير انساتوري يؤسس ومفيدة الجسم ديال إنسان نحن كان هذا الصومو فيه الدهون اللي فيه واحد هذا الدوبلي هذا وكان الدهون اللي فيه مجموعة ديالي دوبلي وكل ما كانوا كما قلت كل ما كيكون لهذه المادة الغدائية مفيدة ومهمة جدا لأن هذا هو النوع ديال الدهون اللي كتبغيها الدات ديالنا هذا موجود بجوجهم كذلك في الصومو وموجود الكوليستيرول لبن كوليستيرول هاداك لبن كوليستيرول اللي احنا كنعرفه بأنه كيساهم بشكل كبير في البناء ديال الهورمونات في الإعانة ديال الانتاج ديال البيتامين D هاد التولاتي هادا اول هاد الرباعي احنا قلنا للكوليستيرول قلنا لزاسي دقار مونوانساتوري قلنا لزاسي دقار بوليانساتوري وقلنا لأوميغا 3 ولكن حتى منسوش بأنه حتى الأوميغا 6 كاين والحمد لله أن الوجود دياله بنسبة قليلة هنا كنعرفه بأن الأوميغا 6 مزيان ولكني لفت واحد نسبة يقدر يعطيني التهابات لغير مرغوب بها في الدات ديالي لما كنجي نشوف هاد السومو كالقى بأن النسبة ديال اوميغا 6 شيء ما قليلة وهناك يعطيني واحد الانتباع على أساس أنه من ناحية ديال الأملح المعدينية جد مهم من ناحية ديال الكالوريهات جد مهم من ناحية ديال فيتامينات جد مهم من ناحية ديال الدهون أحنا دعنا بأنه جد مهمة كي بقى ليه المسألة الأخرى ووش كين فيها الأمن الأحماض الأمينية اللي أولا عندها شفائدة في الدات ديالنا وثانيا وش موجودة بكم مقبول ليقدرين في الدات ديالنا فالما كنجي كالقو بأن فيها لاتيغوزين وما أدركها ما تغوزين شمهية لاتيغوزين وحدة من الأحماض الأمينية اللي كتلعب بدور في إنتاج لادوبامين وحنا كنعرفو بأن لادوبامين الدور ديالها في الجسم ديالنا عجيب وعجيب جداً كان فيها لاتريبتوفان وبكم تبارك الله ممتاز وصل حتى تقريباً 0.25 جرام ديال الهدف المياه هاد لاتريبتوفان هي اللي كتنتج ليا ما يسمى بلا سيروتونين الهرمون ديال السعادة وجودة في بهاد الكم اللي تكلن من عليه كان لابخولين ولفينيلالانين لابخولين هي اللي كتساعد في أنني ننتج الكولاجين في الدات ديالي ولفينيلالانين هي اللي كتساعدني باش أنني ننتج مادة اللوندروفين اللوندروفين هي واحد الهرمون اللي وخي الإنسان يقدر يكون عنده شي وعكة الآلام كيتخفف عنده كل مكان عندي لوندروفين بكمية كبيرة كل مكان نهارك الله يستر تكون عندي شي آلام اللي كيتخفف عندي بالتواجد الكافي من اللوندروفين اللوندروفين هو الباني الأساسي أو الياجورة الأساسية دياله وهي لفينيلالانين اللوندروفين هي موجودة بكمية كبيرة في اللحم ديال الصومو اللارجينين وما أدركها ملارجينين فعنه ما كيكون في الجسم ديال الإنسان كيوسع عنده كل القنوات ديال الدورة الدموية باش الدم كيولي كيجري بسرعة باش الدم ما كيبقاش عنده ديالك الإمكانية والوقت باش أنه يدبوز على الجدار ديال أوريدا وشارين وهدو كلهم كيخليل أنه نقوله الحمد لله أن هاد المكون فيه ما فهم الأشياء الطيبة كين كذلك اللي كيعطيني الهرمون ديال القابا القابا؟ القابا هو الهرمون ديال ما عطلش اللوه للعرفتين اللاسيد القليطاميك تهو من الأحمد الأمينية تهو ياجورة من الياجورات ديال اللبني ديال واحد الهرمون اللي يسميته القابا ياجورة وغوا الجغيرة الأوسيد ريجب يصنر في البني يظن لأنه نقüs 재�بني فاش كان نجل على الهيط لا بتخسني الياجور ذوك هذيك الياجورة دياله تيساه رقصنا الحديد لا tänoting ديال إلا جيتيه في البني نجل ربي بالبني وضع له وغيره zo themselves in the miracle ليенные باśmy بنيون جسم ديالنا نعم الاشياء اللي هي مفيدة لجسم ديالنا القابا وهو الهرمون ديال كيقول كودي هات السيد را خاتر هات السيد بعقلو هات السيد متازن هاد الامور لما كتشوف الانسان خاتر وبعقلو متازن وحاكيم كتقول عندو الهورمون ديال القابا بكمية كبيرة وكبيرة جدا شكل اللي كيسهم في البناء ديال القابا هو لا سيد قولي تاميك اذا باش كيبالك بانو الحمدلله هاد المكونات اللي تكلمنا عليهم موجودين في الصومو لكشي الحمدلله خلينا حلقة كلها على هات السومو غير باش نقربو المستمع الكريم واللا اساس انه لك تقلس في شي قلسة عائلية وطحت قدمك للصومو حاول تفكر انك تاكلو وتاخد الحق ديالك منو لانه لما غاد يدخل الدات ديالك هيكون واحد تفاعل جد ايجابي ولكن المنفعة غتكون اكتر هيك هادو الحد الان لان عرفنا المكونات الكاملة ديال الصومو غدي سؤال اللي غايجي تطرح انا مازالك نقلب على القابا القابا حد لغير باش الناس تعرف انه كين اللي كيقولك انه واحد نوع من بحل السيروطونين يعني انه بسؤول على السعادة والكآباء انه كذلك حتى واحد الحاجة اللي هي ناوي باش انه سنساخد وغيرها يعني كين بزاف ديال امور اللي كتخصد المسألة هادي غير باش مرحبا نتعرف راه مادة اللي هي موجودة غير احنا حاولنا نعطيها غير شرح مقتضب بسيط جدا دونك شفنا معك بداية ان السومو او سالمون من الاسماك اللي موجودة ولي فيها بزاف ديال فوائد مازال على الجامعة نشوف الفوائد الاخرى ونشوف حتى الكمية والكيفية الناس هاتبغيت عارف كيفاش تتسهلكها وكيفاش تتسافد منها وش حال الكمية ومفيدة لأي نوع من الناس يعني موش مني كيكونوا بعض الامراض ما خاصناش ناخدوها اولا خاصنان ناخدوها لانه زبارك الله مادة اللي هي دا سي ما شوية ماشي مادة اللي نقدر نقول موفياش دا سامني كنقوله على الأوميغا تخوى الدهنية ايضا فمرحب دائما متساولا ديركم متساولون ساميات رقمنا راه الاشارة صفر خمساتين وعشرين ستاو تلاتين صفر خمسات ستاو تلاتين على شهاد يفهم اللي هو متخصف تغذية كذلك نشوفو شنو الفوائد الأخرى ومشو الكمية شحال خاصنان ناخدو عد طريقة الاستهلاك الان الفوائد اللي هي يعني من ناحية دا الكالوريهات البروتينات للدهون الفيتامينات الاملح المعدينية قدرنا واحد كيما كيقول واحد انسكانر واحد الاطلال على جميع هاد المكونات هادو وتبين بأنه مئات قرام ديال الصومو راه فيه واحد الكنز مستور ومخبي اللي شكولي كيف هم القيمة ديالو هو الدات ديالنا لما كددخل ديك مئات قرام للجسم ديالنا فيه اعلان غادي تستفد منه واحد شكل كبير وكبير جدا وغا تكون فيه واحد المجموعة ديال الأمور عجيبة فالسؤال ديالك اللي تطرح مشنو هي الكم شنو هو الكم اللي ممكن لنا ناخدو ديال الصومو في من هاد من هاد نحياني الوغ الكم اللي يخسنينا كل وهو انه انا كإنسان بالغ عندي الحق في مئة قرام ديال الصومو هاد المئة قرام كأن ناخدها جوج مرات في الأسبوع الوليدات الصغر ما بين على حساب لاج ديالهم كي وعلى حساب كما كيقولوا الفيزيولوجيه ديالهم كتب دا من عشرات لقرام تال سبعين قرام دوك كما كيقول الوليدات او لازنفو من عشرات تال سبعين قرام ولكن الناس الباليغين كي ياخدو مئة قرام ديال هاد ديال السلامون الوغ المغاي ياخدو كما قلت في هادوك المكونات اللي كتتتساهم بوحد شكل كبير في انتاج الانزيمات اللي كتتساعد على الهضم في هورمونات وفي الامكانية ديال انتاج الانسجة ديال الدات ديالنا وفي الامكانية ديال انتاج لإعادة البناء ديال لابو وديال العضب وديال خلايا جبونسي ناخدو مكلمة دائما على صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين عبدالله تفمن فاس السلام عليكم مرحبا سيدي تفضل اه اختي اللي كرمك بايت نسول الدكتور على الكيفية ديال هاد الحوت نعم كيفاش الكيفية كيفاش ناخدوه كيفاش نطيبوه اه كيفاش نطيبوه واخا ايلا احفظك شكرا لك شكرا لك عبدالله من فاس واكيد كل المستمعين والمستمعات مرحبا دائما بالتواصل ديالهم على الرقم ديالنا اللي هو صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين واكيد مرحبا بالاسئلة ديالكم في هاد النتاق هذا اه نكملو تكلمتي على الكمية بالنسبة لانسان البالغ هو مية جرام مية جرام جوج المرات في الأسبوع وتكلمتي على الاطفال على حسب التركيبة الجسمانية ديالهم والنمو ديالهم كيفاشره هادي من عشره جرام حتى السبعين جرام كيف يكون يا تأشيّ هي وايدي الغ bungج تأخذه والبالغين أو إلا عندها واحد نسبة معينة بالمرأة الحاملين سؤال جيد 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 مهم أولا المرأة الحاملة كتكون هي والقبولة الصغيرة SARلا Unあります ها دائما ناخده منهم الحديثيات. واخر. علاش؟ لان السلامون ان جنرال ولا الحوت ان جنرال غالبا كيكون معدفن. في بعض الميكروبات اللي تكون نافعها وبعض الميكروبات اللي تقدر تكون ضارة. شكل اللي كيقضي على هاد الميكروبات؟ هاي هو الطياب. اهوي. دوك لوقيت اللي كان طيب اسمته السلامون كان قول الحمد لله را غدي نتخلص منه. لكن عندي تخوف ديال انه قبل من طيب غيكون هاداك الميكروب دار مفعول ديال. وبدك يهرس لي في بعض المكونات ديال البروتينات اللي كان فيه. ويقدر لي ديسبستانس الارجوجين. اللي كتعطيني حساسية. هادا ديسبستانس الارجوجين اللي اخداته من المرأة الحامل. تقدر تأثر. ويقدر تأثر جاني اللي كان عندها. فاحتياطا في البريود ديال الحمل. إما تشوف بان السلامون ما زال نقي. جديد. ما كان شويه تقريب من القطر ديال التعفون اول. لكن انت هشك في انه يكون معفن من الاحسن ما تخطوش هي هادل تعفن اولا غيرها على الربما لكل المواد الغدائية جميع اولا ماشي غير للسيدة الحامل ربما لكل يعني اننا في الحد دائما الناس كتقلبها لانه يكون طريق يكون جديد رها من السادين وحنا باديين كتقلبوا لانه دا كله حمر اللي غير يكون في جهة الشنايف ديال السامك وغيرها من الامور خاص يكون جديد يعني هذه مسألة لي غير هو كان سبحان الله رب يعطينا واحد كما كيقولون واحد دو غري دو طوليرانس اللي كتكون كبيرا ديال المقاومة اللي كتكون كبيرة شوية عند الناس عند انسان العادي ولي عنده منعة صهر مش إنسان اللي لين عدا المناعة زيانة والانسان اللي كيكون في حرج هنا غي يقدرية اكون مشكلة مهم مرأة الحاملة منهم دك الوليد اللي كنسميهم ملال يعني العيلا دغياء كتقيسوا ومنهم الانسان اللي دارش اوپرى اوپراشن اوبر المرأة اللي دارت السيزاريان هادو كل هم هادو من الاحسن يتجنب هاد الامكانية احنا ما كنقولوش انه مياف الميارة غيكون فيها التعفون ومياف يكونوا التحول وانما ركينا امكانية ديال يكون هاداك اللحم قاسوا تعفون قبلي وقعت واحدة العملية تحويلية هادك التحويل غيقدر اعطاني دوك المواد الاليرجوجين يتقدر ديالي مشاكل بعدية نعم هنايا شفنا الكمية ديال كيفاش نسهلكو اولا اشحن ناخدو اولا جينا نتكلمو اولا الكيفية انا عرفو الصومو اولا السالمون من الاسمك اللي دغياء كالطيب دغياء اخفل طعينيك يعني هنايا واش مليسا نطيبو الصومو واش كيبقى بعد محافظة اولا المكونات اللي فيه لهذا الشيء سبارك الله اللي ذكرناها كامل اه انا في المشكل ديال فيتامينات كيلي كي ياكلو اخضر صارح اه اللي يقدر ياكلو اخضر وعرف بانه ما كيش معفن واخداه بهذا الشيء كون علي يقين بان هادشي اللي تكلمنا عليه كله غادي دوزلو في الدات دياله وكيدوز في السوشي يخضر نيشان اذا في هاد المومو هادا كنعرف بانه الامكانية باش انني ناخدو بدون ما يكون ليه انعكاسات سلبية لا ماشي بدون انعكاسات بدون من انني نتحرم من الفوائد دياله هو انني ناخدو اخضر لكن لما كيدخل في الطياب شكو اللي كيتقاسو ليه كيتقاسو ليه غالبا الفيتامينات اللي كينا فيه وهدو كل الفيتامينات اللي كيكون بعد المرات اللي كانت تحرم منهم في الوقت اللي كيدوس في العملية ديالتها نعم لحنا دائما كنقوله انفور كيكون هو رقم جوج ما نقدرش نقوله لسمة اللحم نسلقوه انبوسيب ولكن كان اللي كيدورو الموريطانيين هاد السومون نسلقوه اه موريطانيين كيسلقوه وكيصابو له حد توابيل عجيبة جدا وكايت خد بسو معو للاسمك الاسمك للسمك الابلا البلاق واو جنونيغال ام او جنونيغال عندهم واحد طريقة ديال انهم كيصنقوه فيها BEC الصيف اليابه الأسمك اسمك وكيول لهدك توابية ديالها وكانو عندي واحد الموريطاني الان يوجد الدكتورا الديالو معايا ووشت قدموا لي هذه شي تبارك الله الله اعطيهم السحة هذي من نحية تاني يوجد تاجين الس cabeبو طا جيت أنك تبقى مخلي واحد المجموعة ديال المكوينة ديال وبقى فيه لكن إلا تقلب كل شيء هاتشي كمشي. أغلبيتنا كي صوته. لأن كيف قلت لك هو ضغيكي طيب. وهذاك اللفت ديال أنك تصوته مزيان. نعم عشوية. لأن غير حدو كيدوق سخونية وكيجي. فالا هو ضغي ضغيكي طيب صراح. هادك اللفت ديال أنه غير كي يشمر حدية سخونية. صح. هنا ما كيكونش عندو ما كيكونش إمكاني يدير أنك تهرس هادو كل المكوينة الداخلية اللي كينا فيه. نعم كي بزاف الناس اللي كيف قلت لك حلما مثلا في الأكل الأسيوي خاصة السوشي. أن الناس كتاخدو خضر يعني كتخلطوا مع مع مثلا البوارو مع الليشو مع الفوكا مع الأناناس. مع هاد المواد هادو مع الروز مع هاد التركيبة هادو كنخلطوه مع هاد النوع من المواد. كتزيد من الفعالية ديال وديال الدات على الدات أو اللي حتى لا تخلط مع المواد ويش كتبقى. هاو ديالي المكونات اللي قلت. كين؟ واكل السوشي هيك. تخلطوا معا كين خيزو كين الرز ونفعل الخل ديال الأسيوي وكين كذلك الورق تحلوب. وكين الناس كيقولوا لتي دير البوارو كي دير خيزو كي دير الليشو يعني علا حاسب الليوم توفر عندك هادو ما الأمور اللي تقريبا تدار. هذا الفروماج او لا. هذا في الوقت اللي كنت تكلمي عليهم. كنشوف انا شنه هي القيمة الغدائية دي لهم. ولقيت بانا. وكلهم خضرين مع درجة لكي كن. في الوقت اللي تكلمتي على هادو كاملين. كنقول لك بانك خديتي وجبة كاملة من جميع المفاهيم. كاملة من ناحية ما يسمى الكربوهيدراتات. كاملة من ناحية دي البروتينات. كاملة من ناحية دي الدهون. وكاملة من ناحية دي الاملح. المعدينية والفيتامينات واللباس بيريوك بيريميديك اللي تكلمينينهم. اضافة الى ذلك ازدع لي هالخل. وما ادركه من الخل. لما هاد المواد هادو قيبغو يدخلوه خصهم الخل. لما هاد المواد هادو يبغو يدساله في الضورة الدموية باريحية خصهم الخل. فالسيد اللي فكر انه يصوب هالتركيبة بهاتشكل هادا كان يا اما متخصيص في التغذية يا اما اخد اشارة معند متخصيص في التغذية وحط له طابق بهاتشكل هادا. اللي غادي يغدي ويسر العملية دي الوصول إلى كل عناص دي الكل عناص المؤضية إلى كل مكونات الدات. نعم. ما زالنا رجعون شوفوا الأمور أخرى دائما كتخص صومو أو لا. سلامون أكيد مرحبا دائما بلأس إلى دير كل المستميم السامعة على رقم ديالنا اللي هو صفر خمسة اتنين وعشرين ستاوتلاتين صفر خمسة ستاوتلاتين على الشهد يفهمه. من جديد مرحبا بكل المستميم السامعة مرحبا. بتواصل التفاعل ديالكم دائما رقمنا راه الإشارة صفر خمسة اتنين وعشرين ستاوتلاتين صفر خمسة ستاوتلاتين. كنتكلموا اليوم على صومو أو لا سلامون. شفنا القيمة الغدائية ديال هاد المادة أكيد بزافت الناس ربما كنا كنت هربوا منها على آآ على تامانها وغيرها وكنا نقولوا لا ولكن واليناس نشوفوا أن الناس آآ مره مره كتحاول أنها تضوق هاد المادة تشوف آآ من غيرها. أكيد احنا دائما كنشوفوا أن الأسعار تقاد وغيرها من الأشياء على كل المستويات. نتكلمنا على أن يتكال بوحد الخلطة معينة مع بزاف ديال كيمشي مع الفواكه الأسيوية أو للإستيوائية. مثل نتكلموا على الأنانا صغير مع مع كذلك الرز مع يعني السوجة كيتمشى مآها كذك بزاف ديال الحاجات. هنا أشنو الحاجات الأخرى نقدرناها نضروع للصومو نقولوا أنه فعلا قيمة غدائية ما خاصنا شين فلتوها وخاصنا ندخلوها في الأطل ديالنا أكيد حسب القدرة الشرائية ديول كل واحد فينا. سومو بمأنك ولا تكلمنا على سميتو أن الدهون الخاصة اللي كينا فيه دهون جد ممتازة ودهون راقية أنا أقول بأن دهون راقية علش لأن في هادو كجوج المكونات اللي تكلمنا عليهم قبل قليل جهد شنو لسيد إيزيكو بانتا إنويك هادو مره مره شنوية مره مره كنحاولو نطلقها تسمية هدي باش باش المتخصصين كذلك يعرفوا بأن ده كوي ساجي واحد احنا تا غير متخصصين بغي نعرفوا شنوية شنو كتقصد وش بتتاني إن نقربوا الناس هذا إنه هاد جوج د للتلميكونات هما من العائلة ve David Omega-3 وهذا الجوج المكونات المال المتخصص كيعرف بأنهم كينين في الأوميغا تخوة كتقول الحمد لله هادو غير لعبو دور مهم فأنهم غاد يحميوا لي كيما كيقولوا الأوردة والشرايين ديالي والقلب ديالي هاد جوج ديال المكونات لهم دور كبير جدا فأنهم يحميوا الأوردة والشرايين وكيحميوا القلب ديالي من أنه يتصاب توعوكات بعدية إذن الفلقية اللي كان قول كان أعطيه هذا الدات ديالي بمعنى أنني كان حمي القلب ديالي وكان حميه من أنه يقدر يتصاب واحد نابجي وعكا صحية إضافة إلى ذلك هاد جوج ديال المكونات لهم دور كبير جدا في يعني إنزال نسبة الالتهابات على المستوى ديال الدات ديالي أنا الدات ديالي غي كنسمع بأنه فيها الالتهابات كنقول أشنو هي الأشياء اللي تقدر تخفف عليها من الالتهابات لأنه لا بقات واحد نار غي تعطيني آلام دون قبل ما نوصل للمحطة ديال الألم ممكن ناخد هاد المكونات هادو اللي غدي زولوا لي الالتهابات اللي بعدها غي خليوني عفيوني يقع من الإمكانية ديال الإصابة بما يسمى بالألم وخاصة خاصة الألم ديال اللازم والألم ديال ذاك اللي زغتخيط ريوماتويد والألم اللي كيجي عند الناس المساكل اللي كيعمل بصوريازيس واللقع من ديالالتهابات اللي كتكون على المستوى ديال الجهاز العظمي في الوقت اللي كيكون الناس كي عندهم أي نوع من الالتهابات أوتوماتيك مو كتفكر في أنك تعطيه الأوميغا دخوة وشوف واش الأوميغا دخوة في هاد المكونات دخوة أوميغا دخوة عموما هو مادة كتتساهم بأن تتخفف من ديالالتهابات اللي كيكونوا على مستوى الأمراض القلب الشرايين أو اللي كيترفع من الضغط الدموي دخوة عنده على هاد المستوى هدي أكيد بلسانتك الموصومه أو المكونات دياله كدلك عندها فعاليات على مستوى صحة الدماغ على كدلك الناس اللي في الرجيمات تفغي هي مادة دونية ولكن كتعطيك الشابع فبالتالي أنك كتقدر دخلا في الوجبات ديالك ديال رجيم ناخده غير ناجات ناجات من الضرب يضع السلام عليكم صباح النور ليلة الحمد لله ربي حب مرحبا بيك مرحبا بيك ناجات مرحبا بيك ناجات مرحبا بيك ناجات نعم غير ما كان ما كان سمعكش مزيان ناجات مرحبا تفضلي مرحبة 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 وكتب تنسمعكشنائجات مرحبة 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 وعندي عم كيف يمكن أن نأخذ السلام أو لديك؟ لا يحفظوك الله يحفظك شكرا لك بزاف ناجات ومرحبا دائما بتتواصل دير كل المسامية ومساميات نجاوبون ناجات قبل ما نمشون للسؤال ديال عبدالله منفس دجا جاوبنا عليك كيفاش نأخذوك كيفاش نستهلكو كاليق لهم أو لا؟ ناس اللي عندهم بسوريازيس وناس اللي عندهم الكوليستيرول كذلك نحن فاش كنقولوا بأن مادة اللي فيها مضادة التهابات فياوتوماتيك مول ما كنقول موضادة التهابات اوتوماتيك مول كنقول بانا طريق ديال الأوريدة والشرين كلهم كيتقدوا وكيتعاودوا في البناء ديالهم كتوليث لسة كتوليث هذا канذوك dijدار ديه وبالتالي انفو كتوليليث ما كيبقاش الجسيم يقلب على الكوليستيرول باش أن هو يستدوك الحفار الي كان على مستوى'dي qualجيدة الديرقة للأوريدة والشرين وبالتالي سالمون مضاد الالتهابات افيك لوتون ان شاء الله ممكن ان دوك الاختلالات اللي كان على المستوى دي الدورة الدموية يقلوا والطلب دي الكوليسترول غادي ما يبقاش كتير وغتشوف بان المستوى دي الكوليسترول غينزل نعم نسا نتكلم وقتلك على الريجيم او التحكم في الوزن ايضا يعني كان بزاف الناس كانت تدخل الصومه في الاكل دياله او لا يعني واش خاصنا ناخدوه بشكلوه مع شليضة شي حاجة من القبيل لانه وكيعطي الشابع كيقهم شوية هو من جود الحواج كينفع السالمون في الوقت اللي كان اخدو اوتوماتيك مو لان الدهون اللي كان فيه كتساهم في انني كتعطيني الاحساس بالشابع ولكن كتكون هي المحفز ديال المطور ديال الحرق ديال الدهون اللي كان عندي محفز ديال المطور ديال اعادة البناء الاشياء لانسجة اللي كان فيها خلال او في الوقت اللي كتشوف بانه هو اللي كيساهم في تحرك الميطابوليزم اوتوماتيك مو غتكون عندي العملية ديال التخصيص مسألة واردة واحتمية فهذا ما جوجد الحواج اللي كيعاونوني بهم الأوميغا تخوة هو انه كيساهم في انه كيعطيني الاحساس بالشابع لانه غني ببروتين ثانيا كيرفع المستوى ديال الميطابوليزم والما كنقول الميطابوليزم حرق جميع الدهون وبالتاني اخراج جميع السموم اللي كتكون عندي المستوى ديال ديالي نعم اكدان كنوا تكلمنا على السمو اعطنات قريبا كل الفوائد والفيتاميات اللي فيه اكيد دائما احنا في اطار اننا نشجع على ان تكون الماكلة اللي ديالي متنوعة متوازنة فيها من كل حاجة دائما لحسب انه كن بعض الامراض ربما لي مقدرش ياخد فيها الانسان السمو واش كين شي امراض لي مقدرش ناخد فيها السمو اول تباد بانه المشكل الوحيد اللي كين عنده هو التعفون الحاجة اللي غنطلبو بها المستمع الكريم وهو انه السلمون ما ياكلوش مع الخبز واخا اها ما تاكلوش مع الخبز لانه لك لانه لك لهم اونجينيغال مع الخبز كي يقدر ينتج لي واحد المادة سميتالي بخوتين غريكي هي اللي كتترصب على الجدار ديال اوريدا وشارين ويقدر من بعد يعطيني مشكل ديال انسداد في الدورة الدموية اللي ترتب عليها امراض شوية خيبة دونك هادو الادية الحالة الوحيدة اشعراش الناس ربما بزف كتاخدو في شلايد او كتاخدو مع كرام او لشي حاجة من هاد القابل كنشكرك بزف مرحبا لأستاذ والباحث محمد احسين وكل مستمع مسمعات لي ما زال غيبقى معنا من خلال بطاة